الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن ولاه أحباء في الله ونحن نتحدث عن الفروق التشريحية بين الذكر والأنسة لازم نوضح أشياء قد يغفلها الكثير نجد أن أغلب الرجال أصبع البنصر والبنصر هذا هو يسمى أصبع الخاتم نجده أعلى من أصبع السبابة في يده يعني لو كده أنا عايز كده المشاهدين وهم جلسين يشوفوا الجوارب التشريحية اللي في جسمهم الذكر هنجد أن أصبع البنصر اللي هو اللي فيه الخاتم أطول من أصبع السبابة إنما عند المرأة نجد هذا العكس حجم الجمجمة عند الرجل حجم أكبر من المرأة بنسبة عشر في المية زيادة الواصلات العصبية اللي بين فصين المخ نجد إنها عند المرأة أكثر من الرجل لأن المرأة تستطيع استخدام فصين المخ في نفس الوقت إنما الرجل في أغلب الأحيان يفكر بالفص الأيمن ودي ميزة عند المرأة لو حجم الرجل مخ الرجل كبير يعني حجم مخ الرجل أكتر من حجم مخ المرأة بعشر في المية نجد إنه بيستخدم نصفه في نفس الوقت عكس المرأة حجم المخ أصغر ولكنها استخدامها لفصين المخ بيكون أكثر من الرجل الغريب إن صلابة جمجمة المرأة أكتر عشرة في المية من صلابة جمجمة الرجل ونهينا بنقول للناس اللي هما بيحاولوا اضربوا بالروسية أو كده احذر فالمرأة جمجمة رأسها أقوى من جمجمة رأسك عشرة في المية يعني إيه كتير من الناس يتخيل إن صلابة الجمجمة عند الرجل نقول له لا هذا كلام مش علمي صلابة الجمجمة عند المرأة أكبر وإن كان حجم الجمجمة أقل بنقول عند المرأة ارتفاع الحاجبين نجدهم الرجال الحاجب لصيق بالعين المرأة الحاجب نلاقيه مرتفع عن العين نجد اكتناز الشفايف زوية الفك عند المرأة مستديرة الرجل الزاوية عنده مربعة وجود تفاحة آدم عند الرجال الرجال المرأة ليس عندها هذه التفاح التفاح دي عبارة عن صندوق حنجري الصندوق الحنجري ده يعني إيه علشان صوت الرجل بيكون صوت عميق إنما صوت المرأة ربنا سبحانه وتعالى جعله صوت رخيم رخيم ليه علشان الطفل لما تيتكلمه ما يتفزعش تدخال طفل لسه بيرضع وواحد بيهدهده بصوته الأجاش لا ده احنا عايزين الأم بصوتها هي التي تهدهد هذا الطفل يبقى كله ميسر لما خلق له كتير من الأطفال يمسك كده تفاحة آدم عند والده يقول له بابا انت عندك دي مش عند ماما ليه نقول له ربنا خلقها لأن صوت الرجل مفروض صوت عميق صوت يدعو للحكمة مش صوت عالي ومرتفى عكس المرأة الصوت رخيم ما تبقاش موجودة فيه هذه الحنجرة هذه التفاحة التي تحدث هذا الصوت طبعا وجود شعر الشارب واللحية عند الرجل في الوجه مش موجودة عند المرأة او ايضا الصلع عندما يأتي يأتي للرجل بنقول دي فوارق سريعة بين تشريح جسم الرجل والمرأة لو هنبص العضلات جسم الرجل والمرأة هنجد ان العضلات بتشكل في جسم المرأة من 30 ل 35% من وزنه يعني وزن المرأة 30-35% عضلات انما الرجل 40 ل 50% من وزنه عضلات طب بعض الناس يقولوا ازاي الكلام ده نقول نعم اختلاف لان الرجل محتاج العضلات المرأة مش محتاجة كل هذا الكم 50% من جسمه عضلات 40% كل مرأة 30-35% على قد وظيفته لكن 50 مش بنقلل من قدرها ولكن الرجل محتاج عضلات قوية للقيام باعماله اليومية بتختلف العضلات بالسن والصحة واللياقة ونوع الجسم في ناس اجسامها رياضية وبعض الجينات الوراثية يعني في بعض الاجسام نجدها وراثية اقوية اقوى من الرجل بكتير يمكن للرجال يزودوا كتلة الجسم بالتمرينات يعملوا شوية تمارين ربنا سبحانه وتعالى يكرمهم بالعضلات انها تقوى انما النساء مهما تعمل تمارين ما توصلش النفس مستوى الرجل الا اذا اخذت بعض المنشطات منها الاسترويدز وهو الكورتزونات او تاخد الهرمونات ودي بنقولهم اياكم واحذروا طبعا كلنا نفتكر اولمبيات اوروبا عندما اولمبيات العالم وفي ضيحة المانيا الشرقية اما لاعبات اخذوا هرمونات زكريا علشان تديهم قوة وتديهم اداء افضل من الرجال نقولهم لا كل ميسر لما يخلق لا هرمون التستيستيروم بيساعد على نمو العضلات وقوتها لذلك انا بقول لجميع البنات اللي مرسوا رياضة اعتمدوا على الرياضات التي تحتاج الى نقول مش مرونة دي محتاجينها وايضا تحمل ان المرأة عضلتها نوع الليف العضلي مختلف عن الليف العضلي عند الرجل الرجل محتاج قوة يعني تمرينات رامي اورس جاري مسافات قصيرة الحاجات دي يعرفوها اول رياضيات انما المرأة تستطيع تمارس عمل خفيف بس الفترات طويلة خلال اليوم تقدر تشتغل في مصنع تعمل حاجة صغيرة محتاجة عضلات خفيفة هذا ان كله الميسر لما خلق له في ختام حلقتنا لا يسعنا الا ان نشكر ربنا سبحانه وتعالى ونقول كلمة اللي احنا بدأنا بها هذه البرنامج وهذا البرنامج وليس الذكر كالانثى ترجمة نانسي قنقر